أي ثوب أو حلي على شكل صورة كاملة صورة كاملة لحيوان أو رجل أو امرأة أو نحو ذلك هذا يحرم على الرجال وعلى النساء لبس هذه التصاوير يكثر في لباس النساء في الغالب التصاوير سواء كانت اللباس من قماش ثياب أو حلي المصانع تصنع وتضع فيها التصاوير مثل الفراشات والثعابين والحيوانات وصور الرجال ونحو ذلك والنساء أو ما شابه ذلك التصاوير هل يجوز المرأة أن تصلي في هذه التصاوير لبس التصاوير محرم أي ثوب أو حلي على شكل صورة كاملة صورة كاملة لحيوان أو رجل أو امرأة أو نحو ذلك هذا يحرم على الرجال وعلى النساء لبس هذه التصاوير لبس الثياب التي فيها تصاوير أما إذا كان جزء من الصورة مثل يد مثل رجل مثل وجه فهذا لا يحرم لكن يلبس ثوب في صورة كاملة لحصان أو حمار أو كلب أو أسد أو ما شابه ذلك أو فراشاته فهذا يحرم عليه طيب هل إذا لبس الإنسان الثوبة لفيها الصورة تبطل صلاة وصلى سواء كان رجل أو امرأة وصلى هل تبطل صلاته؟ نقول لا لا تبطل صلاته لكنه يكون آثم للبسه المصور والأفضل للمرأة أن تجتنب هذا وتنتبه فإن الآن الأسواق مليئة بالثياب ملابس للأطفال للنساء للرجال للأولاد التي فيها التصاوير فلننتبه لمثل هذه الأمور ولا نقتني مثل هذه الأمور والتجار إذا رأوا الإعراض عن مثل هذه الأشياء ما عاد يعني يستوردون مثل هذه البضايع التي يعثم الإنسان بلوسها وكثير الآن نشوف الرجال عليهم الصور ولا يهتمون بها في ثيابهم وكذلك النساء وكذلك يشترون الملابس للأطفال والبنات ونحو ذلك عليها تصاوير هذه الحمد لله مدامنا محرم في شريعتنا فنبتعد عنها لأننا سنكسب الإثم بلوسها هذا ما في كلام إنها محرمة وأن الإنسان إذا ربس الثوب الذي فيه صورة كاملة يكون آثم يبقى الصلاة هل تصح في اللباسة اللي فيه تصاوير ولا ما تصح سواء كان الرجل أو المرأة فهذا ذكر العلماء أن الصلاة تصح مع الإثم تصح مع الإثم تصح مع الإثم تصح مع الإثم